بداية بداية بنقول برج الحمل ايامك يا ربي ربنا يسعدها عانيت كتير في الفترة اللي فاتت كان في ضغط كتير جدا اقوى من انت تقدر تستحمل كنت حاسس ان انت عليك عبء كبير جدا شلتك تقيلة مجهد بتعاني مفيش حد يشيل معاك مفيش حد ماشي وياك دايما انت اللي بتنور لنفسك دايما انت اللي بتساعد نفسك بترفض كمان المساعدة من غيرك يعني ما بتتقبلش ابدا ان حد يشيل معاك الشيلة بتاعتك مضغوط جدا عصبي حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك كل دا يعني عايزين بس نبصله كده ونقوله باي باي ما عيناش هنشوفك تاني يا هذا الاحساس ما عيناش هنشوفك تاني معين تشتقبلنا تاني احنا كمان رفضين ان انت تقبلنا احنا عايزين الروح الحلوة عايزين التفاؤل عايزين الامل عايزين الحياة تبقى حلوة معانا فان شاء الله هي بالفعل حياتكم هتكون احسن يا برج الحمل عايز اقول لكم كمان ان في عندكم افراح كتير جدا سماع لاخبار كويسة هتسعدكم واتدخل على نفسكم الصرور تستهلوا كل الخير وكل التحية على الاحتمال وعلى الصبر لكل اللي تعرض للخيانة والغدر من حبيب او ما شابه فربنا هيجبلكو حقكو اصلا وانتو قاعدين انتو مش محتاجين انتم غير انكو بس تقولوا يا رب انتو مش محتاجين حاجة اكتر من كده فاكسروا من الاستغفار وقلت يا رب وان شاء الله كل اللي جاي خير عايزينك تكون حريص جدا على خصوصياتك يا برج الحمل ما تأمنش للناس بسهولة وما تديش سرك لحد لان في ناس وانت تحسبهم اصدقاء او معارف وبتحكي لهم سرك اول بول بس هم مش اوفياء او في فترة من الفترات هيستخدموه ضدك فاتراجع عن هذه العادة ما تستمرش فيها حاول ان انت توقفها لانك هتعاني منها بعد فترة فحاول ان انت تقفل على نفسك ومش تقفل على نفسك من ناحية الاجتماعيات تقفل عن نفسك من ناحية الاسرار من ناحية الدواخل نفسك ما تبعش لحد شخص موثوق فيه جدا 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 ومجربه ستمائة الف مرة طبعا متوش حاجة ستمائة الف بس ما علينا يعني حاولوا ان انتوا تكونوا اكتر حيطة واحتفاظ بالسر بتاعكم لنفسكم اللي منكم بيحاول ان هو يفتح مشروع جديد او عايز بيفكر ان هو يغير نشاط عمله وعايز ان هو يلجأ لنشاط جديد او منظومة جديدة حتى في الشغل ان هو يلجأ لها في انه يعمل شغل جديد عشان يحسن الداخل ويحسن الاوضاع احب بشارك بان ده احسن وقت ممكن تعمل في حاجة زي كده الموضوع هيبقى ناجح جدا المشروع هيبقى ناجح جدا وان شاء الله هتشوف فيه كل الخير وهيكون لها بواد كويسة جدا الجديد في القريب العجل ايه الام القلب والام السدر ومتاعب النفس كل ده هتصلح ان شاء الله في الايام اللي جاية في طاقة استشفاء صحيا وروحانيا عندك يا برج الحمل شكراً في بعضكم بيعاني من اسحار شيطانية اتقزى فيها بسبب حبيب يا إما حد كان عايز استحصل على الحبيب ده فعمل لكم انتو العمل أو من حبيب سابق حاول ان انتو مطرحوش لغيره فعمل لكم برضو العمل أو عمل لكم سحر يعني السحر ده مقفل الدنيا رابط الحال ربنا يأذي المؤذيه ويددي له علاقة دنيته ويرد كده في نحره إن شاء الله في الأيام اللي جاية وفي جلسات الاستشفاء اللي انتو بتعملوها واللجوء لمعالج على حسب اللي بين قدامي إن انتو فعلا بالفعل لاجئين لمعالج علشان يعالجكم من الأمر ده لأنكم بتعانوا جدا منه فحب أقول لكم إن شاء الله ربنا هيبعط لكم الشفاء ده وهيكون فيه مرضوط حسن إن هيكون فيه صلاح للحال فك للربط فك للوقف الحال الحاجات دي هتتفك إن شاء الله وخلاص إن شاء الله أيامكم هتمشي بسلاسة وبرحة تمة فيه منكم عنده بناء يعني زواج خطبة وفيه كمان اللي تعرضوا للخيانة والغدر بسبب علاقة السلسية فيه زوال الغم والغيوم اللي كانت مع الشيشة فوق العلاقة ديت فيه رحيل للشخصية التالتة في العلاقة ديت وإنفراض بينكم وبين حبيبكم أو حبيبتكم أياكم هتشوفهم سعادة كتيرة وهناء كتير وراحة نفسية كبيرة جدا في الأيام اللي جاية أبشروا الصبر معتشا لقليل جدا 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 على تحقيق أحلامكم على تعقيق اللي انتو بتتمنوا بالنسبة للمنفصلين أو الانفصال أو طلاق فهنشوف القراءة بتاعتهم بتقول لنا إيه طبعا تواضح أن الطاقة بتاعتكم نافرة يعني حاسين أن ما فيش حاجة ما فيش رجوع حاسين باليأس حاسين بالاكتئاب فده بيدي طاقة نافرة أن هي بتنطر كده تمام؟ فعايزين نقول أن فيه رجوع للحبيب فيه رجوع ومصلحة واعتراف بحقكم واعتراف بأن الصلحة أحسن حاجة ورؤية منه أن هو ظلامكم فان شاء الله ده خير كمان بالذات لشخصيات نسائية من برج الحمل واللي تم اطلاق بفعل شخصيات نسائية من عيلة الزوج الكلام اللي ديت بالذات بقول لها أن الحما ديت أو الشخصية النسائية ديت عارفت بإمتك وعارفت أن هي ظلامتك وقد كده هي تعبت وقد كده هي تعذبت وهتساعد الزوج أو الشخصية ده إذا كانت في علاقة حب أو خطبة أو زواج فهي هتساعده في أنه يرجع لك تاني وهتستندي من جمد جدا يجوز أن هي مش هتبينه مش هتقول ده صراحة ولكن هتقوم بتساعد من الخفاء فيه كمان تعاون كبير جدا بين أطراف كتير علشان خاطر يرجعوكم لبعض بالنسبة للشخصيات المنفصلة والمطلقة من برج الحمل ففيه ناس كتير هتتكتف عشان ترجعكم لبعض وترد الحياة الطبعية بينكم وبين بعض السابق عهدها وبعد تماما 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 لفكرة الانفصال من تاني ومن جديد عايزين نشوف بالنسبة لحبيبي العزاب ومتأخرين الزواج فعايزين نقول لهم رأيتكم يا عزاب ويا متأخر الزواج فبقول لهم ان فيه بشت خير فيه ان شاء الله عرسان على الباب وعرايس على الشباك زي ما بيقولوا ان شاء الله هتشوفوا هنا كتير ان شاء الله فيه اختيارات كتيرة هتكون قدامكم فيه انصلاح لحالة العاطفة عندكم يا عزاب ويا متأخرين الزواج بعد كمية كبيرة جدا من اليأس والتعب والملل في بادرة جديدة ان شاء الله هتظهر في حياتكم في الفترة الاول يونيا ديت هتشوفوا كتير فقل وفقل وفقل حسن هتشوفوا كتير بشارات خير ان شاء الله قدامكم منها كمان يعني اللي يعزز الفكرة ان كمان هيكون في محيط قصرتكم في حالات زيجة وحالات خطبة كتير فده هيعزز الفكرة ان انتو الدور جاي عليكم ان شاء الله فليكم كل الخير وكل السعادة بالنسبة للعزاب فهيظهر في حياتكم اكتر من شخص بيعرضوا عليكم الحب وهيكون لكم الاختيار الاول والاخير في اختياراتكم للاشخاص اللي انت عايزين ترتبطوا معاهم بعلاقة وسيطة وتدخلوا معاهم في علاقة جدة يعني تمام بالنسبة لحظكم في الشغل زي ما احنا قلنا ففي بدايات مشاريع وفي تغيير لمجال العمل او مكان العمل وده هيكون له مدلول كويس اواء عليكم في خير كتير جدا لجميع مشارط كمان برج الحمل بس بما اننا منتكلم عن برج الحمل فخلينا نتكلم عنه باستفادة اكتر طبعا زي ما انتم عارفين برج الحمل ان شاء الله ان شاء الله يا رب في الايام اللي جاية انتظرت كتير وكان في انتظار كتير اللي فلوس المفروض ان هي كانت تيجي انت كنت قاعد بتستناها بس ما جيتش للأسف في الموعد اللي انت كنت منتظرها فيه فهي تأجلت بس مش تم إلغاها فان شاء الله في وصول لها وفي تحسنات مادية كبيرة جدا بالذات لنساء برج الحمل فيه علاقات حب كتير لاشخاص كتير من برج الحمل مش للشخص واحد طبعا ان شاء الله وهتكون علاقات نجحة تماما معظمها علاقات دوء امروح معظمها هيحصل فيها ارتباط كامل ان شاء الله فيه عزيمة كبيرة هتدخل حياتكم هتحسوا دايما انكم عايزين تشتغلوا وعايزين تجتهدوا وعايزين تنتجوا اكتر واكتر لان هيكون فيه معنويات مرتفعة جدا لبرج الحمل ان شاء الله في الفترة اللي جاي بتمنى لكم كل الخير وبتمنى لكم ان انتم تركزوا على الحاجات معينة ركزوا على انكم تهتموا بصحتكم ركزوا كمان على انكم تحفظوا اسراركم كويس قوي بدايتكم لاي مشروع ما فيش جاعي تقولوا عنها لحد لما يبقى المشروع ينجح ويتقدم هو اللي هيعرف عن نفسه ان شاء الله ايامكم الجاي كلها خير يا حملان ويا حملان من برج الحمل اصحاب برج الحمل من الاناث والظهور ان شاء الله كلكم لكم الخير بحبكم لله وفي لله ونفس ان انتم دايما كلكم تكونوا موجودين معا ما تنسوا نشمل اللايك وشير والاشتراك في القناة وبفعيل الجرس دوسوا على زرار السبسكريب لو انت اول مرة تشوفوا القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر